تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون المرأة القوية هي التي تخالف هواها وتسير على وفق ما يحقق طاعة ربها ومولاها سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب فالمرأة القوية هي تلك المرأة الملازمة لحجابها المحافظة عليه هذه هي المرأة قوية الإرادة فالمغريات والشهوات لم تجعلها تميل مع أولئك الذين استجازوا أو دخلوا في أبواب التكشف والتبرج ومن هذا المنطلق فإن المرأة التي تحافظ على حجابها هي المرأة صاحبة العزيمة القوية وهي صاحبة الإرادة التامة وهي التي تكون محلة نائن عند الله جل وعلا وعند خلقه أما انسياق الإنسان مع شهوته ومع رغبته فهذا ضعف في الحقيقة وليس قوة وليس من الشكيمة في شيء ومن الأمور التي تتعلق بهذا الجانب أيضا أن المرأة تلاحظ إذا كانت من يخرج في وسائل الإعلام أنها يكتدى بها وغيرها يراها وبالتالي فتحاول أن تتقرب إلى الله جل وعلا بإظهار طاعتها لرب العزة والجلال قد تتساهل في بعض أمورها لكنها عند مشاهدة الآخرين لها وعند اقتداء النساء الأخريات لها ينبغي بها أن تلازم الأحكام الشرعية ليكتدى بها في الخير وبالتالي يعظم أجرها ويكثر ثوابها ترجمة نانسي قنقر